عايز في البداية أتقدم بالتهنية لمنتخبنا الأولمبي منتخب مصر الأولمبي اللي شرفنا مبارح وصعد لأولمبياد باريس بعد صعوده لنهائي كاس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بعد الفوز على غينيا بهدف نظيف والنهائي إن شاء الله يوم السبت مع المغرب اللي هو مستضيف البطولة واللي بنقدم له التهنية أيضا على صعوده لأولمبياد باريس بعد مباراة مارسونية أمس انتهت برقلات الترجيح أمام فريق مالي إن شاء الله تكون البطولة الأفريقية إن شاء الله هي خطوة خطوة إن شاء الله البطولة الأفريقية يوم السبت النهائي إن شاء الله تكون البطولة من نصيب منتخبنا اللي قدم أداء جيد جدا 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 وقدروا أن يحسم أول بطاقة تأهل للأولمبياد كمان هو إن شاء الله حيكون مستقبل الكرة المصرية شفنا عناصر وعدة كتير جدا جدا في المنتخب ولو إن شفناها أو شفنا معظمهم مع الأندية في بطولة الدوري شفنا حارس يعني إن شاء الله أنا أتنبأ له بمستقبل كويس حارس الأمين حمزة علاء حارس مارمى النادي الأهلي هو أبرز حراس البطولة ولعب مع زميله دور كبير جدا 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 في حسم السعود الحمد لله قادرنا بتوفيق ربنا إن إحنا نطلع لنهاء البطولة بشباك نظيفة حتى الآن لعبنا أربع بريات الشباك نظيفة تألق كبير جدا من لعبة منتخب مصر شفنا حسام عبد المجيد مدافع ليه مستقبل والجابة اليسرى محمد أشرف وفي اليمين كان أحمد عيد وفي أحمد عاطف قطة وفي الوسط شفنا أحمد نبيل كوكا محمود صابر برايم عادل وسما فيصل قدام محمد شحاتة اللي عامل بصراحة عامل بطولة هيلة محمد شحاتة كان برس جدا جدا في هذه البطولة حقيقة كل اللعيبة عشان منساش بس حتى اللي شارك على فترات أدوا المطلوب منهم وأدوا الهدف يعني وصلوا للهدف اللي إحنا كنا بنبحث عنه في البداية إن احنا نوصل للأولمبياد والحمد لله فكل التهنيع للمنتخب الأولمبي منتظرين منكم إن شاء الله الكاس يوم السبت الجاي